كثير مننا بيحاول يدور على معلومة فبالجأ للإنترنت مصدر المعلومات للأسف نفتقد للمحتوى العربي من لاي أنه المعلومات اللي بنيها موجودة بلغات أخرى والأكتر طبعاً هو اللغة الإنجليزية الآن صار فيه تركيز على إثراء المحتوى العربي على الإنترنت تشتغل عليه منصة باز رح نحكي عنها أكتر ورح نرحب بأحمد عبيدات الموجود معنا وهو مدير إنتاج المحتوى بمنصة باز أهلا وسهلا فيك أحمد أهلا بكم وصباح الخير صباح الخير أهلا وسهلا أحمد لتقينا قبل كم من سنة كنا نحكي للأسف أن المحتوى العربي على شبكة الإنترنت لا يتعدل 1% هلأ عم تحكي لي وصل إلى 3% نتحدث عن المشروع أهميته قد يش رح يساهم بإثراء المحتوى بداية شكراً لكم على اهتمامكم الدائم بقضية المحتوى العربي يمكن هاي المرة تانية بنحكي عن موضوع حوالين هذا الموضوع مشروع بالعربي أطلقته منصة باز بأواخر سنة 2018 والهدف منه أنه إحنا نجذب صانع المحتوى المختص المحتوى العربي على الإنترنت إذا أنتم بتشوفه مقسوم بين محتوى بساخر سركاستيك عن الأوضاع السياسي وإلى آخره فعم بستهلك هذا الموضوع مساحة كثير كبيرة من نسبة المحتوى تبعنا على الإنترنت فإحنا ارتقينا أنه لازم يكون في محتوى مفيد الناس تقدر تستفيد منه بحياتها اليومية زي كثير من أنواع المحتوى الموجودة ومتوافرة باللغة الإنجليزية وأهمها اللي هي التوتوريال فيديوز اللي أنت لما تحتاج أي شيء دائماً مرجعنا للإنترنت زي ما حكينا سابقاً فعم نحاول نوفر أكبر عدد ممكن من المعلومات باللغة العربية خصوصاً أنه إحنا بالوطن العربي عم نعاني من ضعف بالتعليم بشكل عام وخصوصاً التعليم باللغة الإنجليزية فمش كل حدا بيعرف يحكي إنجليزية مش كل حدا بيفهم المعلومات بالإنجليزية فمضطرين أن يكون في عنا محتوى يعوض وهي لغتنا الأم وإحنا لغتنا العربية إثرية وغنية لغة البلاغة والفصاحة يعني المفروض أنه يكون فعلاً في مستوى في محتوى ومتحدثين اللغة العربية على مستوى العالم كتار أدي عددنا تقريباً إحنا بنحكي لغة عربية متحدثين اللغة العربية ناطقين باللغة العربية تقريباً يعني عددنا منيح فالمفروض أنه فعلاً يعني إحنا أمة بحد ذاتها بالضبط طيب خلينا نحكي عن الفئات المستهدفة مين أكتر فئة مستهدفة بهذا المشروع بالعربي هلأ بالنسبة للفئات المستهدفة إحنا منركز بعملية إنتاج أي فيديو بدو ينزل على وسائل التواصل الاجتماعي لابد أنه نركز على طرفين أساسيين بهذه العملية اللي هو صانع المحتوى والجمهور هلأ بالنسبة لصانع المحتوى عم نحاول أن يكون في عنا ناس مختصين بمجالاتهم وعندهم ثقافة عالية فيها إضافة لأنهم يكونوا متمكنين من أنهم يقدموا معلومة بطريقة سلسة وتناسب ذوق المشاهد إلى حد ما والجمهور في عنا الجمهور اللي هو الجمهور الراغب بالحصول على معلومة الشغوف للتعلم أحمد عشان الوقت أحب أعرف منك مين ممكن يتقدم لتقديم الحلقات وين رح تعرض شو المعايير زي ما حكيت سابقا أنه إحنا مهتمين بأنه نجذب صنع المحتوى اللي عندهم محتوى مفيد بكافة الإختصاصات يعني أي حدا مختص بأي مجال سواء بزنس فاشن ممكن مهندسة طب أي نوع من أنواع المحتوى إحنا منستقبل طبعا أهم شيء يكون فيه أربع معايير رئيسية اللي هي السلاسة في الطرح يكون المحتوى له احتياج لأنه إحنا أغلب المواضيع اللي بنختارها حتى تطلع في البرامج ببرنامج العربي أنه يكون المحتوى فيه عليه بحث على محركات البحث على الإنترنت لأنه بدنا إحنا برضو ما بدنا نعمل المحتوى وين كبه في الإزبال بدنا محتوى أنه يكون إله احتياج ومفيد بالدرجة الأولى تمام أمورها حياتية عملية أيضا عم نحكي مش بس تعليمية أو أكاديمية مزبوط طبعا كل أنواع المحتوى وين رح تعرض الحلقات الحلقات رح تكون على منصة باز حسرا خلال هاي الفترة لحد الآن ندرس إذا فيه ممكن إنه إحنا ننشرها بشكل أوسع ولكن حاليا رح تكون على منصة باز يعني ولي بده أي معلومة بدخل على منصة باز على الإنترنت صح بلاقي هاي المحتوى بالعربي لأي في أي مجال هو بده هلا إحنا المنصة موجودة على الويب اللي هو الموقع الرسمي باز.com وفيه التطبيق اللي موجود على أب ستور وعلى جوجل بلاي آه يعني لازم ينزل التطبيق ممكن ننزل التطبيق على أجهزتنا الذكية بنقدر وقتها ندخل ونشوف بأي معلومة من إياها بالعربي بأي مجال مئة بالمئة شكرا إليك أحمد كل التوفيق أيضا لفريقك وعلى المتقدمين لهيك مشروع شكرا إليكم يعطيك ألف عافية شكرا شكرا